تنفيذا لتوجهات رئيس سيسي مصر ترسل مساعدات للأشقائث السومال روسيا تتهم أوكرانيا بالهجوم على محيط محطة زبوريجيا النووية بثماني طائرات مسيرة تواصل عمليات التصويت في الانتخابات التشرعية الإيطالية الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرانج نشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أقلعت طائرات نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية السومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل الأشقاء في دولة السومال يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية أقلع الطائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم كل الإمكانيات مصخرة لهم علشان إخواننا من دولة الصومال وضحايا عمليات الإرهابية إحنا عندنا خبرة في تقديم الخدمة الطبية في هذه الحالات ومستشفة كلها على أعبة الإساعدات لاستقبال هذه الإصابات ما بين إصابات في العين والوجه وكسور بالفك وكسور متفرقة بالجسم ولكن الحالات كلها الحمد لله مستقرة وتم تسكنهم والتعامل معاهم ويعطاء العلاج المناسب ويتم الشفاءهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مصر للهجوم الانتحاري الإرهابي على مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقديشيو والذي راح ضحيته عدد من المجندين بالجيش الصومالي وأصفر عن إصابة العشرات كما أعربت مصر عن التعازي والموسال لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة فضل عن تقديم خالص التعازي للذوي ضحايا الحادث وجددت وزارة الخارجية على ثوابت الموقف المصري تجاه إدانة كافة أشكال العنفي والتطرفي والإرهاب وضرورة التصدي لها وتكفيف منابعها ودعم مصر الكامل لاستقرار الصومال وسلامة شعبه الشقيقة نجح الجيش الصومالي في السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظتي باي وهيران التي كانت تسيطر عليهم حركة الشباب الإرهابية وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الحركة الإرهابية تكبدت خسائر فادحة في تلك العمليات كما نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في مناطق أخرى لملاحقة العناصر الإرهابية بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصومال جيمس وان الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد بالإضافة إلى سبل تقديم المساعدة للمتضررين من موجة الجفاف وخلال اللقاء أعرب المبعوث الأممي عن استعداد الأمم المتحدة التام بدعم الحكومة الصومالية في تنفيذ البرامج الهامة لخطة حكومة المصلحة الوطنية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما توضيحية تصلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من تروات مصر من الغازة الطبيعية وذلك في ظلم مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك وأظهر تقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسالة حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفا لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022 مقابل 600 مليون دولار عام 2013-2014 وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز لأن مصر تشهد تاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5 و 2 من 10 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ثروة راغب أستاذ هندسة البترول وطاقة بداية وبعد التحية يعني يعد قطع البترول بوجه عام والغاز بشكل خاص يحمل أيضا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري كيف تساهم إذن زيادة صادرات المصرية من الغاز في دعم الاقتصاد الوطنية؟ طبعا حالتك عرفة أن البترول خلال السبع سنوات الماضية عمل طفرة كوي جدا يعني كنا نكون بعملية استراض الغاز المسال من الخارج وكان ده بيكبر الزولة أموال قائلة ولكن الآن من 2018 بقى عندنا في إتفاق ذاتي وده طبعا بفضل حكل ظهر حكل ظهر طبعا ده أعتبر يساهم أكثر من 40% من الإنتاج مصر من الغاز اللي هو أنتابل دلوقتي 27 من 10 مليار قدم مكعب نمام؟ إحنا أنتاجنا طبعا دلوقتي 6 من 10 مليار قدم مكعب ده أعتبر إنتاج دفما جدا بتغفر منه نتيق أكثر من مليار تقديم أن يكون بعملية تنظيره إلى الخارج في هيئة الغاز مسال لإتحاد أوروبي وبعد الأسواق الأخرى الجديدة لأن مصر فتحة أسواق بزيزة جدا في الموضوع الغازي وجود الإحتواطر الكبير في مصر وهو يتقدر بـ 200 تريليون قدم مكعب في ساكن المتوسط بأدى إلى مصر تغيير الخليط العالمية والغازية لعلى مستوى العالم فبقا دلوقتي العالم كل وقت ينظر إلى مصر إنها تكون بعملية استرهاد الطاقة منها خصوصاً إتحاد الأوروبي بدأ دلوقتي إنه ينظر إلى مصر كبديل أو كيكون بعملية التصدير ولو نسبة غير بسيطة بحيث إنه يغطي النقص اللي عنده بالأبطاقة خصوصاً في التسلول الشتاء القادمة فده طبعاً بود هذا الغاز الضخم وهذا الإنتاج أدى إلى زيادة الدخل للدولة وإذا ما عشرت تقل أكثر من 8 مليار قدم مكعب نحن كنا من سنة الفات التصدر 6 و 8 و 8 و 8 و 8 و 10 مليار طن مليار طن عن المتر مكعب وبالتالي ده يعتبر نسبة عالية جداً من الإنتاج في عملية إنتاج الغاز والتصدير والأشار لا طبعاً ما جاش من فراغ لا طبعاً عملية الإنتاج وعملية التنمية الأبار اللي ده في الدولة ده خلت من أكثر من البعض وتلك مشروع تنمية حقول غاز في الدولة مستمثل في حقل زورت مستمثل في حقل نورس مستمثل في حقل شمال الأسكندرية المنطقة نايم بي وليبر وزيزة وكل هذه المساحات الضخمة من الغاز قدت إلى تعظم الغاز لمصر وقدت إلى تنظره وهاعد الدولة المنطقة نعم الاتحاد الدولي للغاز أكد أن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم هل نستطيع القول بأن مصر تسير بقطع ناجحة لأن تصبح مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط؟ تمام يا فأنا بطمع المصر الآن تحتل المركز تحتل العالميين في التاج والتاس ويعتبر الثاني إفريقياً بعد الجزار في موضوع الغاز مصر طبعاً الحاجات اللي كلها مجالش من فرائح لأن مصر تكون مركز الإقليمي للطاقة فعندنا عوام الكثلة جداً أهمها أول حاجة هو موضوع الإنتاج الغاز الضخم الإحتاطي الرهيب اللي موجود عندنا فيه حاضب مع المتواصل عندنا محاطسين الإيثالة في إطقودميات ويشتغلوا بالطاقة الإنتاجية بكفاية مئة في المئة ما كانش عندنا أصلاً ألفلو 15 مكانو الشغلين لأنه ما كانش عندنا إنتاج الضخط فدلوقتي هم الشغلين بالطاقة الإنتاجية العلياً وبالتالي بتستغل الغاز المصري والغاز من الدول الأخرى زي مثلاً إسرائيل زي لبنان زي أي دولة من دول حطبة حطبة 23 ويكون بعملية التسييل عندنا وتخذرها أرخالك فدي كلها عوامل طبعاً مع العوامل الموجودة الأمان موجودة البواني البحارية هذا كله قد إلى عملية أنها تكون مركز التسييل للطاقة ولها المرتبة العالمية في إنتاج الغاز 19 والثاني إفريقياً وبالتالي طبعاً ده أدى أن تكون مركز التسييل للطاقة العالمية نعم عبر الهاتف الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة شكراً جزيلاً لك أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً تحت عنوان نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة وذلك ضمن سلسلة رؤى على طريق التنمية وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلية الإجمالية ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفة حيث تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعية كشف تقرير دولي عن استحواز مصر ونيجيريا وكينيا على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا لعام 2021 وصلت تقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بما يؤكد النضغة السوقية التي تشهده مصر حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي في عدد المستثمرين بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية واتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 454 قضية تامونية بمطبوطات 124 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 7 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 100 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن حديد تسليح وأسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و192 قضية خبز غير مطابق للمواصفات قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية وصلت الهجمات حول محطة زابوريج النووية بما في ذلك إطلاق 8 طائرات مسيرة من تراز كاميكازي على المنشأة وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار خارج أراضي محطة الطاقة النووية مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال طبعية أهلا بكم من جديد أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أن تلميح روسيا بشأن احتمالية استخدام أسلحة نووية يعرض العالم للخطر وأضاف كوليبة أن تصريحات الرئيس الروسي بلادمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لفروف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق وأكد أن أوكرانيا لن تستسلم في مواجهة ذلك أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهدف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية يأتي هذا فيما وصفت الرئاسة الأوكرانية لاستفتاءات على ضم عدد من المناطق لروسيا بالباطلة مشيرة إلى تصعيد موسكو العمليات القتالية بعد قرار باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إترى خسائر تكبدتها موسكو مؤخرا في أرض المعركة أعلن المكتب الإعلامي لحلف جمال الأطلنطية نيتو أن الأمينة العام للحلف ينس ستولتنبيرغ سوف يلتقي غدا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في العاصمة البلجيكية بريكسل وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف فمن المتوقع أن يناقش الجانبان أحدث تطورات على الساحة العالمية مثل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر موسيقى ذكرت صحيفة فينانشل تايمز أنه من المقرر أن تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية لستراس مراجعة رئيسية لنظام التأشيرات في البلاد وذلك في خطوة لمعالجة النقص الحاد في العمال في الصناعات الرئيسية وتعتزم تراس خلال الأسبوع المقبلة زيادة سقف العمال الزراعيين الموسميين وإجراء تغييرات على قائمة المهن التي تعاني من نقص مما سيسمح للقطاعات الرئيسية بتعيين المزيد من العمال الأجانب واقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تخفيف متطلبات اللغة الإنجليزية في بعض القطاعات لتمكن مزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات قال وزير المالي البريطاني كواسي كوارتينج إن بلاده تركز على تعزيز النمو طويل الأجل وليس على تحركات السوق قصيرة الأجل في مواجهة التحدي بشأن انخفاض الحاد في أسعار الجناه الاسترليني والسندات وانخفض الجناه الاسترليني بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 مقابل الدولار الأمريكي الجمعة الماضية كما تراجع مقابل اليورو واليين اليابانية بينما سجلت السندات الحكومية أشد عمليات بيع يومية لها منذ عقود توقعت وكالة بلومبرغ أن يظهر تقرير مرتقب من منطقة اليورو ارتفاع معدل التدخم عن الشهر الماضي ليسجل نحو 10% مما يبقى الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بقوة هذا ويتوقع البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة دون الاكتفاء بما وصف بأنه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا في الوقت الذي يدفع فيه ارتفاع تكاليف التقى أوروبا نحو الركود وقعت الإمارات وألمانيا خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف تشولتس إلى أبو ظبي اتفاقية تنص على تزويد الإمارات لألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023 وتنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبعي مسال إلى ألمانيا أخرى عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023 كما تم الاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023 دعت ثلاث ولايات ألمانية شمالي البلاد إلى تقسيم ألمانيا حسب أسعار الكهرباء على خلفية الارتفاع الحاد بأسعارها ومنح امتيازات للمناطق التي يتم فيها إنتاج الطاقة المتجددة وقال راين هارد ماير وزير الاقتصاد والتاقة في ولاية ميكلنبورغ أن مستوى رسوم الكهرباء يضع عبءا على المستخدمين النهائيين ويضع شمال ألمانيا في وضع غير مواتن كمكان لممارسة الأعمال التجارية تحاول العديد من دول العالم خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة اتخذ العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لكبح جماح معدلات تضخم المتزايدة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية وتسعى العديد من الدول للمحافظات على معدلات نمو مرتفعة لتقليل الضغط على الاقتصاد مع توفير الدعم للطبقات الأكثر احتياجا للمساعدة من أجل إحداث توازن في أزمة تكليف المعيشة تزداد التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية بشكل كبير خاصة على معدلات النمو الاقتصادي بكافة دول العالم حيث خرجت الأزمة عن نطاقها المعروف ميدانيا وجغرافيا لتتحول إلى النطاق الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد الأكثر تأثرا وتضررا ومع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوك خاصة في أوروبا التي تسعى لتفادي أزمة الطاقة المتوقعة مع حلول فصل الشتاء المقبل أعلنت الحكومة الإسبانية زيادة رسوم المفروضة على الأثرياء بهدف تخفيف عبء التضخم المرتفع مما يمهد الطريقة لصدام بشأن الضرائب مع المعرضة وذلك قبل انتخابات العام المقبل قرار الحكومة الإسبانية استهدف في المقام الأول تحصيل المزيد من الأموال من الأثرياء لتتوفر أموال لمساعدة الأشخاص الذين يعانون لدفع فواتيرهم الخاصة بالبقالة والكهرباء وكما تعد إسبانيا هي العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي يفرض ضريبة ثروة سوف تصبح أيضا أول دولة تستهدف الأثرياء من أجل عمل توازن في أزمة تكاليف المعيشة أما في واشنطن فكشفت استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة الأمريكية أن 52% من الاقتصاديين ومدير الصناديق والاستراتيجيين يتوقعون دخول الولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة ورغم قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مع توجيه تهمات له بالفشل في إدارة التضخم من خلال مراقبة المعروض الكبير من الأموال المتدفقة في الاقتصاد الأمريكية وفي لندن أعلن وزير الخزانة البريطانية كواسي كوارتينغ أن خطة دعم أسعار الطاقة التي ستقدمها حكومة بريطانيا ستبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه السرلينية خلال الأشهر الستة المقبلة بدءا من أكتوبر القادم ومن المقرر أن تساعد حزمة الدعم معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا بنسبة 5% على مدار تلك الفترة وسوف تشمل الخطة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة المنزلية كما ستقدم دعما إضافيا لمواطني بريطانيا الأكثر حاجة للمساعدة وتستهدف الحكومة البريطانية تحقيق نمو بنسبة 2.5% على المدى المتوسط فضلا عن تخفيضات ضريبية للشركات وإعفاءات للاستثمارات في المرافق والمعدات بجانب عدة تعديلات أخرى بالسياسة الضريبية ذكرت جمعية مصارف لبنان أن بنوك البلاد ستستأنف أعمالها ابتداء من غدا لتنين عبر قنوات يحددها كل مصرف كانت البنوك اللبنانية قد أغلقت منذ نحو خمسة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مدعين يطالبون بصحب أموال من حساباتهم المجمدة هذا ويمر لبنان بأزمة اقتصادية يصنفها البنك الدولي ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التساع عشر يواصل الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يحق لنحو واحد وخمسين ونصف مليون مواطن التصويت خلالها وتستمر عمليات التصويت حتى الحدية عشر مساء على أن تصدر بعد ذلك النتائج الأولية وتمنح التوقعات حزب أخوة إيطاليا نحو خمسة وعشرين في المائة من الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة وفي حال فوزهم من المرقح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلونو البالغة خمسة وأربعين عاما رئاسة حكومة اقتلافية القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التشرعية الإيطالية تنقسم إلى اتلافات وحركات وأحزاب مختلفة في توجهاتها ووسائلها لكن توحدها الغاية والهدف وهو الوصول إلى الحكم ومن أبرز هذه القوى السياسية هو اقتلاف الأحزاب اليمينية الذي يضم حزب أخوة إيطاليا ذو القذور الفاشية حيث تقوده فراتيلي ديتاليا وحزب الرابط المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا ويرأسه سيلفيو بارلو سكوني الأحزاب اليمنية تدعو بشكل عام إلى تخفيف البيروقراطية وإغلاق الحدود ورفع نسب الولدات والتخفيف من تدفق المهاجرين وتخفيد الضرائب فحين يتعهد كل طرف بالعمل على مسائل محددة أكثر من الآخر ورغم تعهد ميلوني وسالفيني بإغلاق حدود إيطاليا من أجل حمايتها من الهجرة من الشرق الأوسط وبوضع الإيطاليين أولا تؤمن ميلوني بالتدخل الاقتصادي للدولة فيما يدعو سالفيني وبولوسكوني إلى تحديد ضريبة ثابتة تبلغ 15% و23% على التوالي في المقابل تدعم ميلوني المنحدرة من عائلة سياسية تأسست على منهضة الشيوعية العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية هجومها على أوكرانيا فيما يعارضها سالفيني المؤيد لموسكو معتبرا أنها تضر بالإيطاليين خصوصا وسط أسعار التاقة بالنسبة لهم الحركة اليمينية التي تأسست عام 2012 أو ما تعرف بحزب أخوة إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني جعلتها تنجح في فرض نفسها في غضون بضعة أعوام كأبرز شخصية معارضة في المشهد السياسي الإيطالي في الوقت نفسه يتنافس في الانتخابات أيضا الحزب الديمقراطي بزعامة اليسري إنريكو ليتا والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار لأنه ترأس الحكومة الإيطالية لفترة وجيزة قبل عقد تقريبا ما يجعله يقدم نفسه على أنه من سيضمن تجذر إيطاليا في أوروبا أكثر من أي وقت مضى ما يشكل نقطة قوة له بعد منح الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من المساعدة لإيطاليا لتمويل إنعاش اقتصادها بعد الجائحة كما تشارك حركة خمسة نجوم الشعبوية في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ استطلاعات الرأي رجحت حصول أخوة إيطاليا على ما يتراوح بين 24 و25% من نواية تصويت مقابل 21 و23% من نواية تصويت للحزب الديمقراطي وبين 13 و15% لحركة خمسة نجوم الشعبوية و12% لحزب الرابطة و8% لفورتسا إيطاليا ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات الإيطالية يتوقع أن تكون رمال الساحة السياسية متحركة باستمرار حيث يبدل رجال السياسة مواقفهم كل يوم بين أحزاب واتلفات سياسية للوصول إلى السلطة كشفت دراسة أجرتها جامعة إلينوي الأمريكية عن استخدام تقنية سلاسل الحمض النووي في عمل تحليل سريع لكشف الإصابة بفيروس كورونا والعمل على عرقلة فعليته في إصابة الخلايا مما يفتح المجال لوجود علاج فيروسي فعال لمكافحة الإصابة به وأوضحت الدراسة قدرة سلاسل الحمض النووي على تعقب وعرقلة عمل بايروس كورونا في خلايا الإنسان وقال أستاذ الهندس الوراثية والكيمياء بجامعة ألينوي زينجوانج إن التقنية الجديدة في الكشف عن فيروس كورونا تجمع بين خاصيتين الأولى هي حساسية اختبار بي سي آر المستخدمة في تحديد الإصابة بفيروس كورونا والثانية هي التكلفة الزهيدة لاختبار كورونا مشيرا إلى الحاجة الشديدة لهذه النوعية من الاختبارات الشديدة الحساسية لعدة أسباب من بينها الكشف عن فيروسات أخرى ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بجدر القردة ارتفع إلى 24846 حالة وأضاف المركز أن ذروة حالات الإصابة بلغت 4886 حالة في ولاية كاليفورنيا وحدها تلتها ولاية نيويورك سما فلاريدا وأشار مركز الأمراض الأمريكي إلى توزيع نحو 685 ألف جرع من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة شملت منهم فوق 18 عاما تعهدت الصين باتخاذ قطوات قوية لمنع التدخل الخارجي في تايوان وأكد وزير الخارجية الصينية وان جي في كلماته خلال اجتماعات دورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب مكافحة أنشطة تايوان لانفصلية وأتخاذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجية أعلن وزير الدفاع البريطاني بن وعلاس أن المملكة المتحدة ستزيد حجم انفاق قواتها المسلحة بما لا يقل عن 52 مليار جنيه استرلينية وقال إن رئيسة الوزراء لستراس منتزمة بما تعهدت به خلال حملتها الانتخابية بشأن زيادة الانفاق الدفاعية بالنسبة 33% وأضف أن ميزانية الدفاع السنوية ستبلغ نحو 100 مليار جنيه استرلينية بحلول عام 2030 كشف مسؤولون بالحكومة اليابانية أن توكيو تدرس زيادة انفاقها الدفاعي إلى أكثر من 40 تريليون ين أي ما يعادل 279 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وأوضح المسؤولون الحكوميون أن الخطة الخمسية تعكس تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التوسع العسكري الصيني والتنمية النووية والصاروخية السريعة لكوريا الشمالية قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بليستيا سوب البحر قبلة ساحلها الشرقية يأتي هذا الإطلاق بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكوريا الجنوبية وقبل أيام من زيارة مقررة لنائبة الرئيس الأمريكي لسال تزامنا مع وصول حاملة طائرات أمريكية نووية لمحيط شبه الجزيرة الكورية وقبل أيام من زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامال هارس لسول أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بليستيا جديدا في بحر الشرق الجيش الكوري الجنوبي كشف أن صاروخ الجارة الشمالية قطع نحو 600 كم على ارتفاع بلغ 60 كم وبسرعة 6000 كم في الساعة العملية الصاروخية الجديدة واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونج يانج هذا العام في وقت توقفت فيه المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي والصاروخية كما استبقت التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ما وصف باستعراض القوى مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية نووية USS Ronald Reagan إلى كوريا الجنوبية قبل يومين للمرة الأولى منذ خمس سنوات لإجراء منورات مشتركة مع الجيش الكوري الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول الذي تولى مهام منصبه في مايو تعهد بتكثيف المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من فشل الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عهد سلفة وزير الدفاع الياباني ياسو كازو هامادا أكد مواصلة بلاده العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الخروقات الكوريا الشمالية لأمن المنطقة وشدد على أن التحسن الملحوظ في تكنولوجيا الصواريخ لبيونج يونج أمر لا يمكن تجاهله الوضع في شبه الجزيرة الكورية أرجح على مدى عقود بين المهادنة والتناحر لكنه مؤخرا ينذر بالتصعيد في ظل تعهد كوريا الشمالية بعدم التخلي عن أسلحتها النووية وإصرار الجارة الجنوبية على المواجهة ودخول اليابان بقوة على سلم التصعيد ترجمة نانسي قنقر تسبب الأعصار تالس الذي درب وسط اليابان في مصرع شخصين فيما اعتبر ثالث في عداد المفقودين وأوضح مسؤول في فرق الإغاثة أن أحد الضحايا جرف منزله بنزلاق للتربة والثاني غمرت المياه بيته ولا يزال شخص ثالث مفقود وقطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف منزل في مقاطعتي شيزوكا وتشيبو وسط اليابان كما قطعت المياه عن نحو 55 ألف منزل في مقاطعة شيزوكا بدأت السلطات الفلبينية عملية إجلاء السكان من المناطق الساحلية مع استعداد جزيرة لوزون الرئيسية لمواجهة أعصار من الفئة الثالثة وقالت وكلة إدارة الكوارث أن أعصار نورو تحول إلى أعصار عملاق بعد زيادة سرعة الرياح إلى 185 كم في الساعة ويعد الأعصار المداري نورو هو الأعصار 11 الذي اكتاح الفلبين هذا العام وسيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة والأقليم المجاورة قال رئيس الوزراء الفاكستاني محمد شهباز شريف إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتارش أكد الترتيب قريبا لعقد مؤتمر للمنحين لإعادة تأهيل المتضررين جراء الفيضانات في باكستان وأوضح شهباز شريف أنه عقد اجتماعات مهمة مع جتارش وعدد من قادة دول العالم أطلعهم فيها على الضمار الذي سببته الفيضانات في باكستان وجهود الحكومة في تقديم الإغاثة وإعادة التأهيل للمتضررين من الفيضانات أطلعهم في باكستاني محمد شهباز شريفا للمواطنين الأكثر احتياجا والعلاج بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف القافلة تقديم الخدمة الطبية لنحو ألفين مواطن في العديد من التخصصات والأشعة والتحليل بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل أكبر إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب قافلة الطبية هذه عبارة عن مستشفى متنقل فيها تخصصات مختلفة بطنة وجراحة ونسة وأطفال وتنظيم أسرة ورمض تخصصات المختلفة الموجودة بالإضافة إلى سوء الكشف المبكر عن السكر والضفط بالإضافة إلى عندنا تحليل تحليل دم وتحليل بول في الأشعة وعندنا استفراف قرار تخريط طبية لعمل قراراتنا في الدولة إضالية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القفلة الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون ست شهور المريض تقريبا بيأخذ أدوية من 25 لـ 100 جنيه كما سريع بره بتاعتها أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصول مبادرة رجعين نتعلم محافظات الجيزة والقلوبية وبرسعيدة لتوزيع المستلزمات الدراسية على الأطفال المحتاجين المبادرة تهدف للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتأتي ضمن خطط مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر وفي إطار الشركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتلموية غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وبد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن المقرر أن تشهد زيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك كما تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيضة التي تربط بين مصر والإمارات واستمرارا لعلاقة التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة استقبلت مدينة العالمين الجديدة عددا من طلاب الجامعة الأمريكية ضمن خطة وزارة الإسكان للتعاريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة شملت الزيارة تفقد المدينة الترفيهية والتراثية والممشى السيحية بالإضافة للبلازا وعدد من أبراج العالمين وإطلالة الإسكان المتوسط زيارة دي طبعا جات لنا بناء على تكليف رئيسي بأن احنا مشاركة الجامعات الدولية والطلاب بتوع الجامعات الدولية في زيارة مدينة العالمين وخاصة المنطقة الترفيهية بالمدينة نتعرف على المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة ونشوف إيه هو يعني الولاد أو الطلاب يبدأوا يشوفوا إحنا إيه فعلا حجم الإنجاز اللي بيحصل على الأرض ويشوفوا الواقع فيه إيه الشباب ممكن يكونوا مش بيسمعوا عن الموضوع ده أوي فوجودهم للمدينة نفسه وإن إحنا نعمل لهم عرض مختصر كده في البداية ونعرض لهم فيلم عن المدينة كانت إيه وبقت إيه والفترة الزمنية اللي كانت فيها ده حاجة هم أكيد ما يعني هم مش أوير قوي بالكلام دوت ومش على دراية قوي بيه فلما ده هيحصل أكيد هيدخل جواهم إيه التنمية اللي بتحصل إيه حجم المشروعات اللي بيحصل المادة الزمن اللي بتحصل فيه المشروعات دي طبعا إحنا بعد ما عرضنا الموقف في بريزنتيشن ونزل وشافوا الشغل على الأرض في فرق كبير جدا من أن تشوف فيديو أو تشوف بريزنتيشن وفرق أن أن تنزل السايت وتبدأ تشوف المكان على الطبيعة شكل عامل زي طبعا فيه انبهار بمعدلات الإنجاز اللي تمت خلال الفترة فاربع سنين وهم على المستوى الشخصي هم كمان فخورين إن بلدهم بتعمل كده أنا جيت من سنتين قبل كده وكان لسه الدنيا ما تزبطتش قوي كان لسه في حاجات مش كاملة فأنا كنت جاية النهاردة بتساءل وصلنا الفين يا ترى وهنخلص إمتى فأول ما جيت وشفت كم التطور الهيئي اللي حصل الصراحة كت حاجة مبهرة الحقيقة يعني أنا كنت دايما بسمع من بوايا ممتي عموما على المشروع وبشوف الصور وكلام ده كله والكونسيبت عموما عايزين لي وصلوا لإيه وأكيد كنت برضو باجأ المطق هنا كتير بعدي الشارع بره فكنت بشوف شكل الأبراج من بعيد وكل حاجة بس دي أول مرة أدخل جوا المدينة بالشكل ده والحقيقة أنا فعلا منباهر يعني أن الدنيا بتجري بالشكل ده حقيقة عملي شغل كبير جدا وانعرف نحن لسه في مرحلة الأولى في الثانية والثالثة والربعة وكان عندي سؤال حتى سألت لهم إحنا هنلحق أن نخلص حاجات دي قبل 2030 ولا أقول لي إحنا فعلا يعني ممكن كم سنة يكون نخلص المشروع الكامل نظمت هيئة قناة السويس جولة لتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعداداتها لاستقبال البطولات المختلفة وللمزيد ينضم إلينا من نادي هيئة قناة السويس مراسلنا محمود جميل محمود بعد التحية يعني ماذا عن هذه الاستعدادات والتجهيزات للقرية الأولمبية الجديدة نعم أهلا بكم إيمان ودينا اليوم يوم هام في هيئة قناة السويس نتابع فيه مع حضراتكم يعني إنجاز وحلم جديد يتحقق على أرض هيئة قناة السويس وبسواعد أبناء هيئة قناة السويس وهي إنشاء القرية الأولمبية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثامن من سبتمبر هذه القرية التي تعد مدينة رياضية متكاملة صممت على تراز عالمي راعت فيه كل المواصفات التي اشترتها الفيفا والاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم اليوم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل وفدا من الرياضيين والإعلاميين لتفقد هذه القرية الأولمبية وهذه المدينة الرياضية المتكاملة الفريق أسامة ربيع أكد للضيوف أن هذه مدينة رياضية متكاملة ستساعد في تطوير المنظومة الرياضية المصرية ومواكبة مصر لبناء الجمهورية الجديدة وخلال هذه الزيارة قاموا بتفقد لكل المنشآت الرياضية الموجودة داخل المدينة والتي يأتي على رأسها استاد هيئة قناة السويس هذا الاستاد الذي أنشئ وصمم على أحدث تراز عالمي لاستقبال كل البطولات وكل الفعاليات الرياضية سواء الدولية أو الإقليمية هذا الاستاد الذي أنشئ على مساحة ثمانين ألف متر مربع ويستوعب ما يقرب من واحد وعشرين ألف متفرج به عدد من التقنيات الحديثة نتحدث عن تقنية الفار نتحدث عن غرف للمعلقين الصوتيين ونتحدث أيضا عن غرف للتحكيم نتحدث عن غرف أيضا بمستويات عالية للمدربين وأيضا للاعبين أيضا بخلاف استاد هيئة قناة السويس هناك أيضا بعض المنشآت الرياضية الأخرى نتحدث عن ستة ملاعب للألعاب المختلفة وأيضا ستة ملاعب للألعاب المفتوحة منها كرة السلة والطائرة وأيضا يعني هناك عدد من القاعات الحديثة الموجودة لاستقبال كبار الزوار في البطولات والأحداث العالمية وأيضا هناك ناد صحي أقيم هنا في القرية الأولمبية به صالة للألعاب الرياضية وأيضا به وحدات للعلاج الطبيعي لمعالجة الإصابات وأيضا به بعض الأمور الخاصة والتسهيلات الخاصة لذوي الهمم أيضا تحتوي القرية الأولمبية على استاد الهوكي وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط فبالتالي القرية الأولمبية مدينة رياضية متكاملة تستطيع الآن أن تستضيف كل الأحداث الرياضية الآن عودة إليكم مرة أخرى شكرك محمود جميل من نادي هيئة قناة السويس أعلنت جائزة مصر لتميزه الحكومي عن أحصائيات وأرقام الدورة التقييمية الثالثة للجائزة 2022 والتي تم الانتهاء منها في أغسطس الماضي استعدادا لإعلان النتائج النهائية قريبا وذكرت الوزارة أن الهدف من إطلاق الجائزة هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 أعطى وزير البترول والثروات المعدنية طرق الملة إشارة بدء تشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفن بمصنع استخلاص البوتجاز بالعمرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبعية وأوضح الملة أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع إنتاج حقل ريفن بالبحر المتوسط لمصانع شركة جاسكو بالإسكندرية والتي تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجا جديدا من مشتقات الغاز الطبعي لعدد من المجالات مثل خليط الإيثان بروبان الذي يمثل المدى الخام لمصانع البترو كيمويات تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع وأغلق الرأس المال السوقي عند مستوى 687 مليار و3 ملايين جنيه وسط تدولات بلغت نحو 41 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 38 من 100% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 77 من 100% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 41 من 100% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة مشاهدينه في ختم النشرة هذه عنوين الأخبار تنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي مصر ترسل مساعدات للأشقاء في الصومال روسيا تتاهم أوكرانيا بالهجوم على محيط محطة تابوريجا نووية بتماني طائرات مسيرة تواصل وعمليات التصويت في الانتخابات التشراعية الإيطالية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة